موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي موسيقى ميليشيا الحوثي تجبر أفراد شرطة ذمار والبيضاء على المشاركة في قتالها بجبهات الضالع موسيقى قصفا عشوائي حوثي يتسبب في حرائق لمنازل السكان بمنطقة الجاح في الحديدة موسيقى وفاته مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء وإحباط تهريب عشرات المهاجرين الأفارقة في عدن موسيقى أهلا بكم والبداية في تعز حيث أحبط الجيش الوطني في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت أحبط هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابي على مواقعه شمالية المدينة وقال مصدرا عسكري أن ميليشيا الحوثي حاولت من خلال هجومها التقدم باتجاه مواقع الجيش شمال مدينة تعز غير أن الوحدات العسكرية هناك تصدت للهجوم أجبرت الميليشيا على التراجع ويشن المسلحون الحوثيون هجمات متكررة في جبهات المدينة وريفها في محاولة لتحقيق اختراق لكن تلك الهجمات تبوء بالفشل وتتكبد الميليشيا على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتد أعلن الجيش الوطني استعادته معسكر العلل الاستراتيجي والمركز الرئيسي للقوات الخاصة شمالية الضالع وقال مصدرا عسكري أن تقدم الجيش إثر شنه عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية بالمعسكر الواقع في قعطبة وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتل والجرح في صفوف الميليشيا إضافة إلى تدمير عربة بي أم بي وثلاث عربات قتالية والسعادة اثنتين وعربة إسعاف في السياق تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية التقدم بمنطقة شخب وصولا إلى منطقة الفاخر الغربية قعطبة وذكر المصدر بأن قوات الجيش والمحاوطة أو المقاومة أحبطت محاولة لعناصر حوثية على إحدى باب المطلة على سد حمر السادة في المديرية ذاتها وقتل خلال مواجهات بين الجانبين 13 من الميليشيا بينهم قناصين اثنين هذا وقد أجبرت ميليشيا الحوثية الانقلابية جنودا في شرطة ذمار والبيضاء على المشاركة في القتال الدائري بجبهات المحافظة البيضاء وقالت مصادر أمنية أن الميليشيا سدعت أفراد الشرطة في المحافظتين وأجبرتهم على الذهاب للقتال في الضالع وسط إغراءات لهم بصرف رواتبهم بانتظام ووفقا للمصادر فإن الحوثيين أقاموا دورة طائفية مصغرة للأفراد قبل أن تفرض عليهم الالتحاق بجبهات الضالع هذا وتشهد الضالع مواجهات عنيفة في ظل تصعيد الميليشيا الانقلابية ودفعها بالعشرات من مقاتليها وعتادها الحربي إلى جبهات الضالع أصيبت امرأة من سكان حيس جنوبية الحديدة برصاص قناصة من ميليشيا الحوثي وسط تصعيد وهجمات مستمرة على تجمعات السكنية ومواقع الجيش في المناطق المحررة بالريف الجنوبي للمحافظة وقال مصدر طبي أن امرأة في الأربعين من عمرها أصيبت بجروح متوسطة في أسفل ظهرها برصاص قناصة الحوثي بينما كثفت الميليشيا من جهتها بالأسلحة المتوسطة على منازل السكان في المديرية سبق الحادثة إصابة شابة في الخامس والثلاثين من عمرها بالرصاص قناصة الحوثي في منطقة الجبلية التابعة للتحيطة في الريف الجنوبي للمحافظة حرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية عددا من منازل السكان في منطقة الجاح جنوب الحديدة خلال قصف عشوائي شنته على المنطقة قالت مصادر عسكرية أن الميليشيا المتمركزة في مزارع منطقة الحسينية قصفت بقذائف الهون والهاوزر منطقة الجاح التابعة لبيت الفقيه مسادفة بشكل مباشر القرى السكانية وتسبب القصف وفقا للمصادر في احتراق خمسة منازل بشكل كامل وضرار جسيمة في أخرى مجاورة أفادت مصادر حقوقية بوفاة مختطف تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثية الانقلابية بصنعاء وهي لإحدى أهالي محافظة حجة وقالت المصادر إن مختطفا من أهالي منطقة حجور التابعة لحجة توفي إثر تعرضه لأعمال تعذيب وحشية في السجن للحوثيين بصنعاء في السابع حالة يتم رصدها لوفاة مختطفين في المحافظة منذ انقلاب الحوثيين ووفقا للمصادر فإن المختطف زيد أحمد ناصر النمشة تعرض لتعذيب وحشي في السجن الاحتياطي التابع للميليشيا فارقة على إثره الحياة يذكروا أن الميليشيا قد خطفت زيد النمشة أثناء الحرب التي شنتها الميليشيا ضد قبائل حجور شمال حجة وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد المدنيين في سياق آخر حيث أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن غضبها للاستمرار تعرض عشرة صحفيين للتعذيب في سجن الميليشيا الحوثية في صنعاء بعد أربع سنوات من الإخفاء والحجز التعسفي والمعامل القمعية وقالت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحافة قالت إن المناسبة العالمية تمر 17 صحفيا لا يزالون مختطفون لدى ميليشيا الحوثي وصحفي لدى تنظيم القاعدة ويتعرضون للتعذيب والمعامل القاسي مشيرة إلى استشهاد 39 صحفيا منذ انطلاق الثورة الشعبية في العام 2011 مرورا بسنوات الحرب وحتى اليوم وضاف البيان بأن الصحافة والصحفيون في اليمن يعيشون أعطى أزماتهم بعد إغلاق العشرات من وسائل الإعلام الأهلية والمعارضة وفقدان مئات الصحفيين لأعمالهم ومطاردة أصحاب الرأي وتروعهم وتعهدت النقابة بالعمل لكي لا يفلت منتهي كحرية الصحافة والمعتدين على الصحفيين من العقاب وقالت إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم دعاية في السياق إلى توقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين على خلفية مهامهم المهنية بدءا بالإقصاء والملاحقات والاختطافات والتهديدات والفصل من العمل وصولا إلى إيقاف رواتب وحملات التحريض والتخوين ارتفع عدد ضحايا تفجير القطن في حضر موت إلى الثمانية بعد وفاة جارحين اثنين فيما يتلقى ثلاثة أخرون العلاج جراء إصابات متوسطة في الحادث ودعت السلطات المحلية بالقطن محافظة حضر موت اللواء فرج البحسني دعته إلى تشكيل لجنة للتحقيق واتهمت الجهات العسكرية بالتقصير والتجاهل أيضا بعد تلقيها بلاغا بوجود عبوة ناسفة في موقع الانفجار وإفقا لبيان للسلطات فإن العبوة انفجرت أثناء قيام أحد المدنيين في الموقع بمحاولة تحريكها ونقلها من مكانها بعد أن تأخر خبراء تفكيك المتفجرات رغم مرور أكثر من ساعتين على إبلاغ الجهات المختصة بوجودها هذا والسنكر حزب الإصلاح بحضر موت الحادث الذي وقع في منطقة العنين بالقطن كما أدان كل ممارسات العنف والقتل والاغتيال والإخفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبررتها ونشد الحزب في بين الجهات المعنية العسكرية والمدنية بتحمل مسؤولياتها تجاه أعمال القتل الممنهج وطالبها بالعمل الجدي وسريع لإيقاف نزيف الدم وإفقا لمصادر محلية فإن من بين القتلى في حديثة الانفجار جنديين اثنين وطفل إضافة إلى إصابة طفلة أعادت قوات أمنية في تعز فتح الطريق بين تعز والتربة بعد ساعة من إغلاقه من قبل جنود في الجيش وقالت مصادر أمنية أن جنودا يتبعون للواء 35 مدرع أغلقوا طريق المعافر الواقعة ما بين النشمة والبيرين غربية تعز لنحو خمس ساعات ما تسبب في عقلة حركة السير في الطريق وذكرت المصادر بأن قطع الطريق جاء احتجاجا على مقتل شقيق رقن الاستخبارات في اللواء 35 رائد الحاج ظهر أمس الجمعة في جولة نادي السقر غربية المدينة ووفق للمصادر فإن الشاب عبد الرحمن الحاج قتل أثناء تدخله لوقف شجار بين مسلح وشخص آخر مضيفة أن المسلح أطلق النار عشوائيا وتسبب ذلك في مقتل الحاج على الفور دع نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن اليمنيين إلى الاستفاف والتلاحم لمواجهة المشروع الإمامي ووقف عبثه باليمن جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجره بقادة محور الكتاب بصعد اللواء رداد الهاشم للاطلاع على التطورات الميدانية والتقدم الذي يحرزه الجيش في جبهة كتاب كما ثمن الفريق محسن التقدم الذي يحققه الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي والعمل على تحرير مختلف المناطق وإنهاء معاناة اليمنيين التي خلفها الانقلاب كما أشاد نائب رئيس بدور دول التحالف بقيادة السعودية ومشاركتهم معركة الهوية والمصير ضد مشروع إيران التدميري فاز الفنان اليمني عمان رياسين بلقب فارس الأغنية الطرابية في برنامج الزمن الجميل على قناة أبوظبي وتوجى الفائز في نهايتها في لقب البرنامج وحصل على جائزة مالية قيمتها مليون درهم إماراتي حزى الفنان ياسين المركز بإجماع لجنة التحكيم التي تتألف من الفنان المصري أنغام والفنان أسماء المنور والفنان اللبناني مروان خوري وكان الفنان الشاب عمر ياسين قد تأهل في السادس والعشرين من أبريل الماضي إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة من المسابقة الفنية الزمن الجميل عقب وصوله وحصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور اقتصاديا حيث عاودت سعر العملات الأجنبية لارتفاع مقابل الريال اليمني في الأسواق المصرفية مع قرب شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء احتياجات السلع والمواد الغذائية من قبل المواطنين وأفادت مصادر مصرفية ليمن شباب ارتفاع السعر الدولار للشراء مقابل الريال اليمني إلى 525 في حين سجل سعره للبيع ب535 ريال كما سجل سعر الريال السعودي للشراء مقابل العملة الوطنية 140 في حين بلغ البيع 142 ريال ويأتي هذا مع قدوم شهر رمضان الذي تزداد في حركة الإقبال على شراء السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية رياضيا حيث توي جناد التلال بلقب البطولة تنشيطية لكرة الطاولة والتي قيمت على مستوى أندية العاصمة المؤقتة عدن في صالة الشهيد الحيدري بنادي المنصورة وجاءت تتوجه التلال باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق الروضة بثلاث نقاط مقابل لا شيء ونظم البطولة فرع اتحاد كرة الطاولة تحت شعار لال المخدرات وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن نهاية النشرة تذكير بالعنوي مليشة الحوثية تجبر أفراد شرطة الزمار والبيضاء على المشاركة في قتالها بجبهة الضالع قصف عشوائي حوثية تسبب في إحراق لمنازل السكان في منطقة الجاحة بالحديدة فاتم اختطف تحت التعذيب في السجون الحوثيين بصنعه وإحباط تهريب عشرات المهاجرين الأفارقة في عدن جولة أخباري الجديدة على رأس الساعة القادمة نلقاكم ترجمة نانسي قنقر